موسيقى السلام عليكم نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين مقتل عنصرين من مجلس شورى مجاهدي درنة وامرأة وطفلها في غارة جوية على درنة استهدفت الحياة السكن باب طبرق ومستشفى الوحدة العلاجي موسيقى القوة المحايدة تتسلم بعض المواقع على طول منطقة الاشتباكات في وباري واللجان المدنية تباشر مهامها في تثبيت التهدئة وفتح الطرق وإزالة مخلفات الحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يكثف اجتماعاته بشأن وضع اللمسات النهائية لأعلان تشكيل الوزاري وكوبلر يدعو إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على التشكيلة الثانية من الحكومة أهلا بكم أفاد مصدر إعلامي من مدينة درنا بمقتل عنصرين من مجلس شورى مجاهدين مدينة وامرأة وطفلها في غارة جوية على درنا استهدفت الحية السكانية باب طبرق ومستشفى الوحدة العلاجي صباحا اليوم وأكد المصدر أن القصف أسفر عن تدمير ممتلكات المواطنين ومنازلهم في محيط الانفجار وألحق أضرارا بالغة بمبنى قسم الكلا مما أدى إلى إتلاف الأجهزة وسقوط عدة مبان داخل المجمع السكن الملحق بالمستشفى إضافة إلى تضرر مسجد عمر بن الخطاب في سياق المتصل أكد المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهد درنا محمد المنصوري أنه تم صد محاولة التفاف في محور الفتايح قام بها ما يعرف بتنظيم الدولة بالتزامن مع القصف الذي تعرضت له مدينة يذكر أن درنا كانت قد تعرضت لقصف جوي منتصف شهر فبراير من العام الماضي من قبل طائرات مصرية مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحة فضلا عن الخسائر المادية هذا وحصلت قناة ليبيا لكل الأحرار على صور خاصة تظهر حجم الخسائر المادية التي طالت قسم الكلة بمستشفى الوحدة العلاجي إثر القصف الجوي الذي شهدته مدينة درنا استنكر المجلس المحلي درنا ما سماه الاعتداء الهمجي بالطائرات الذي سادف المدنيين الأمينين ونتجة عنه استشهاد عدد منهم فضلا عن استهداف البنية التحتية لقطع الصحة في المدينة وحي باب طبرق الآهل بالسكان وقال محلي درنا في بيان له إنه في الوقت الذي تنتظر فيه المدينة الجيات المسؤولة بالدولة لمساعدتها في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة تم استهداف حي باب طبرق الذي كان لشبابه إلى جانب سكان المدينة الدور البارز في تخليص درنا من سيطرة التنظيم وحمل محل درنا الجهات ذات العلاقة بالاستهداف مسؤولية ما حدث مطالبا إياها بالكف عن مثل هذه التصرفات كما حمل الدولة الليبية مسؤولية هذا الاستهداف في سياق متصل أكد مدير عام مستشفى درنا منصور بن فايد في مدخلة سابقة تدمير قسم الباطنة في المدينة الطبية بدرنا بالكامل منوها إلى أن القسم كان خاليا من المرضى قبل أن يتعرض للقصف الجوي تم تدمير القسم الباطنة بالكامل يعني مع الحافظ أرضي بمركز كلا ووضعت إثنان من المستشفى يوم وعدها كانت معاونة صحية عندنا بمعاونها بالنسبة للمستشفى حمل عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة درنا منصور الحصادي حمل المجتمع الدولي مسؤولية القصف الذي تعرضت له درنا مشيرا إلى أن القصف أدى إلى أضرار مادية كبيرة في كلية الطب البشري وتقنية المعلومات فضلا عن تضرر مستشفى الوحدة ومركز الكلا بالمدينة هذا القصف بالطيران أسميه العدوان يعيد نفسه في مثل هذا اليوم من العام الماضي تعرضت مدينة درنا إلى قصف من الطيران النصري تهدف المدنيين وتهدف البيوت والأحياء السكنية وفجر اليوم استيقظ أهالي درنا على قصف استهدف حي باق قبرج وهو حي مقتض هذا وقد رصدت كاميرا ليبيا لكل الأحرار رد فعل عدد من أهالي حي باب طبرج بعد تعرضه للقصف حيث عبروا عن استغرابهم من قصف مناطق تعجب المدنيين عدم استهداف تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في الفتايح ضرب المستشفى مستشفى الكلا ما عاش عندنا وين نمشوا من دارنا وين نمشوا بس دبرنا مكان نمشوا فيه باش نعصدوا على الأقل اليوم في من يضربوا؟ يضرب رجل اللي يحلك هذول وقد اعتبر الخبير العسكري عادل عبد الكافي في نشرة سابقة أن الهدف من وراء القصف الذي تعرضت له مدينة درنة هو إرباك حركة ثوار المدينة في مواجهتهم ضد ما يعرف بتنظيم الدولة موضحا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن القصف لم يكن دقيقا هذا القصف لم يكن دقيق وأتصور أن القصف كان يستهدف نقطة في منطقة درنة على أحد جبال الموجودة في درنة ولكن الطيار أخطأ الهدف وكانت هذه المأساة التي حدثت اليوم الآن إلى سرط حيث أكد عميد المجلس البلدي المكلف من قبل حكومة الأزمة مختار المعداني إعدام شاب من أبناء المدينة على يد مسلحين تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في سرط مشيرا إلى ترد الوضع الأمني في المدينة بشكل كبير وأضف المعداني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد نزوح عدد كبير من سكانها نحو مدن الغرب الليبي بسبب ممارسات ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المجلس البلدي في مصراتة من أجل تسهيل مرور النازحين وأوضح المعداني أن الوضع المعيشي في المدينة سيء جدا بسبب ندرة المواد الغذائية وغلاء أسعار المعروض منها قال رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال إن المجلس نفذ تحوطات أمنية على طول المنطقة الرابطة بين بوغرين وسرط لدرء مخاطر ما يعرف بتنظيم الدولة في هذه المنطقة وأوضح بيت المال أن تحوطات الأمنية تشمل غلق البوابات حفاظا على سلامة المواطنين ولكن سيتم فتحها اليوم الأحد على أن تتم إعادة غلقها في العاشر من الشهر الجاري وأن يسمح إلا بمرور الحالات الطارئة وكشف رئيس المجلس العسكري مصراتة عن ورود معلومات تفيد بتحركات عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة حتى منطقة الخمسين مشيرا إلى أن قواتهم في حالة تأهب تام للتصدي لهم أكد عضو الوفد المفاوض عن التبو محمد صندو أن القوة المحايدة المكونة من أبناء قبيلة الحسونة تسلمت بعض المواقع على طول منطقة الاشتباكات في مدينة يباري وأوضح صندو أن اللجان المدنية المكونة من مجالس الحكماء والأعيان والغرف الأمنية في يباري باشرت اعتبارا من اليوم مهامها المتمثلة في تثبيت التهدئة وفتح الطرق وإزالة مخلفات الحرب إلى جانب الإشراف على عمليات تنظيم عودة النازحين إلى مناطقهم وأشار عضو الوفد المفاوض عن التبو إلى أن نوباري تشهد هدوءا تاما منذ بدء انتشار القوة المحايدة من جهتها اعتبر رئيس المجلس الاجتماعي للطوارق محمد موسى أن التزام مكوناية التبو والطوارق برفع الغطاء الاجتماعي من شأنه أن يوقف عملية خرق المصالحة لافتا إلى أن هناك طرفا ثالثا تسبب في الحرب ويجب التصدي له وهناك الطرف لهم لا تبوا لهم طوارقهم ليسببوا حتى الحرب هذا عنهم من يرفع عنهم الغطاء الاجتماعي ضروري من يجاء تكون قوة مشتركة سواء قوة الجنوب أو قوة الطوارق والطبو هي اللي تقبض علىها أو لا وتخطهم في السجن قال مدير جهاز الإسعاف بالكفرة إبراهيم بلحسن إن الوضع في الكفرة يشهد هدوءا نسبيا مشيرا إلى فتح الطريق الواصلة بين الكفرة وجالو وعودة حركة السير إلى طبيعتها وأضاف بلحسن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن كتيبة التوحيد وشباب الكفرة يتمركزون حاليا في بوابة بوزريق ونوها بلحسن إلى أنه تم دفن معظم الجثث التي خلفتها الاجتباكات الأخيرة وأن أغلبهم يحملون الجنسية السودانية فيما تم نقل جثتين اثنتين إلى مستشفى الكفرة العام وأشار بالحسن إلى تجهيز مستشفى ميداني بنقطة بوزريق من قبل جهاز الإسعاف بالكفرة دهن المؤتمر الوطني العام حصار المدن الليبية واستخدام ما وصفها بالمرتزقة لمحاربة المدنيين معتبرا ذلك جرائم حرب ضد المواطنين الليبيين واتهم المؤتمر في بيان له الأطراف التي تستجب المرتزقة الأجانب بالمشاركة في تلك الجرائم مطاربا المجتمع الدولي عامة والاتحاد الإفريقي خاصة باتخاذ ما يلزم لمحاسبة الميليشيات والحركات المسلحة التي تشارك في الاعتداءات على مدينة الكفرة ومناطق أخرى داخل ليبيا ودع البيان إلى ضرورة تكثيف الاتصالات مع دول الجوار التي ثبت تورط أبنائها في ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين الليبيين ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم داعيا القضاء الليبي إلى توثيق تلك الجرائم من جهتها أعرب مجلس شورى قبيلة ولاد سليمان في بيان له عن قلقه جراء الأحداث الجارية بمنطقة الكفرة وما يتعرض له أبناؤها من هجمات وصفها بالغادرة بعد دخول مجموعات مسلحة تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية إلى الأراضي الليبية الأمر الذي أصبح يشكل عدوانا صارخا بحسب وصف البيان وأعلن البيان دعم مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان وكتائب ثواره في الجنوب الغربي لثوار قبيلة الزوية في الكفرة كما دان البيان ما وصفه بالصمت غير المبرر للقوة السياسية المتمثلة في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام لعدم دعم ثوار منطقة الكفرة في حربهم ضد من يريدون احتلال الوطن نفى رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي علاقة قواته بالقتال الدائر في ليبيا مشيرا إلى أن قواته موجودة داخل الأراضي السودانية اتهم مناوي في تصريحات صحفية اتهم الحكومة السودانية بتقديم الدعم لما وصفها بالمجموعات الإرهابية في ليبيا وتحريض الليبيين ضد الجالية السودانية هناك حسب قوله وكان المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد الشامي قد قال إن أكثر من عشرين عنصرا من حركة تحرير السودان قتلوا في اشتباكات بالقرب من الحدود الليبية السودانية في سبها قتل شخصان داخل سيارتهما بعد إطلاق النار عليهما من سيارة أخرى مرت بجانبهما بمنطقة الثانوية حسب ما أفاد به مركز شرطة سبها المدينة وأكد المركز عبر صفحته على الفيسبوك وقوع رماية عشوائية بالمنطقة نفسها عند جزيرة الصحي أصيب على إسرها أحد المارة بعيار ناري في رأسه مشيرا إلى أن حالته حرجة وذكر المركز أن جثة مجهولة الهوية وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى سبها الطب عثر عليها بجوار مقبرة جديد وعليها آثار تعديب وإصابة بعيار ناري في الرأس ذكر المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن المجلس سيكثف من اجتماعاته اليوم بشأن وضع اللمسات النهائية لإعلان تشكيل الوزاري وفقا لما ورد في الاتفاق السياسي وأضاف المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي يترقب حاليا وصول لجنة الحوار السياسي إلى مقر الاجتماعات الليلة لعقد جلسة تشاورية معها قبيل إعلان الحكومة كما أكد المجلس الرئاسي أنه ينظر في جميع الملاحظات التي سترد من جميع الأطراف هذا وقد التقى اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بالمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد عرض كوبلر للسراج نتائج زيارته لشحات ولقائه برئيس مجلس النواب عقيل صالح كما تم تطرقه إلى آخر مستجدات تشكيل حكومة الوفاق الوطني دع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق التي سيقدمها المجلس الرئاسي وأضف كوبلر في متمر صحفي عقب لقائه برئيس مجلس النواب عقيل صالح أنه متفق مع رئيس المجلس على ضرورة أن تكون هناك حكومة وحدة في ليبيا تعمل من طرابلس مشيرا إلى أنه على تواصل مع أطراف فاعلة في ليبيا لتمكين الحكومة من مباشرة عملها من العاصمة فور تشكيلها وعبر المبعوث الأممي إلى ليبيا عن قلقه من تدهور الأوضاع في الكفرة قائلا إن هذا تذكير آخر بضرورة أن تكون هناك مؤسسات أمنية موحدة تعمل على تأمين الحدود الليبية إلى ذلك عبر كوبلر عن قلقه من الوضع الإنساني في البلاد مشيرا إلى وجود نقص كبير في الأدوية وأوضح كوبلر أنه خلال زيارته لأحد المستشفيات في البيضاء لاحظ أن المرضى يضطرون إلى أحضار أدويتهم معهم وهو أمر لا ينبغي أن يحصل في بلد غني كليبيا حسب وصفه كما حذر كوبلر من الانخفاض الحقيقي من موارد البلاد المالية أجر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر اجتماعا السبت مع رئيس الهيئة التأسسية لصياغة مشروع دستور علي الترهوني والأعضاء المقاطعين للجنة وفي تغريدات بصفحته على تويتر وصف كوبلر اللقاء بالجيد مؤكدا أن مستقبل ليبيا يقع على عاتق اللجنة وفي إشارة إلى مقاطعة عدد من الأعضاء لأعمال الهيئة اعتبر كوبلر أن المقاطعة يجب أن لا تمارسك طريقة للاحتجاج مؤكدا أن ثقافة الحوار والمشاركة والتغيير من الداخل هي أكثر فاعلية وتؤسس لتوافق أفضل حسب قوله نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل مهنة تصليح الدراجات الهوائية شغف لا ينتهي رغم تغيرات السوق وتناقص الزبائن مقتل عنصرين من مجلس شورى مجاهدي درنة وامرأة وطفلها في غارة جوية على مدينة درنة استهدفت الحية السكنية بابطبرق ومستشفى الوحدة العلاجي بالمدينة القوة المحايدة تتسلم بعض المواقع على طول منطقة الاشتباكات في وباري واللجان المدنية تباشر مهامها في تثبيت التهدئة وفتح الطرق وإزالة مخلفات الحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم المجلس الرئاسي لحكومة الوثاق الوطني يكثف اجتماعاته بشأن وضع اللمسات النهائية لأعلان تشكيل الوزاري وكوبلر يدعو إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على التشكيلة الثانية للحكومة أهلا بكم من جديد أفاد الناطق باسم مديرية الأمن الزاوية نبيل بوزواي بفتح طريق منطقة العريوي الجانب بين الزاوية وورشفانة مع استمرار غلق الطريق الساحل وقال بوزواي أن عملية فتح الطريق تتم بجهود أهالي الطرفين في المنطقة مما ساعد في تنقل العائلات بين الجانبين وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن الزاوية أن منظمات المجتمع المدني تقوم هذه الأيام بالترتيبات للاحتفال بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير ويهدف القائمون عليها إلى أن تكون المناسبة فرصة لبسط الأمن والأمان في المنطقة الغربية أكد رئيس المجلس العسكري وورشفانة عبد العالي الشيباني استمرار لجنة التواصل بالجبل الغربي في عملها بسرية تامة من أجل فتح الطريق الساحلي وأشار الشيباني إلى استقرار الوضع الأمني في وورشفانة وعلى طريق الساحلي موضحا أن فتح الطريق الجانبية بين وورشفانة والزاوية ساعد في مرونة الحركة بين الحدود الإدارية من الجانبين وقال رئيس عسكري وورشفانة إن استمرار غلق الطريق الساحلي تسبب في قلة السيولة المالية في المصارف وعدم توفر المواد الطبية بالمنطقة أجلت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة السئناف طرابلوس اليوم النظر في قضية محاكمة السعد القذافي إلى الثالث عشر من شهر مارس القادم وذلك بناء على طلب فريق الدفاع والنيابة العامة هذا ويواجه السعد عددا من القضايا الجنائية والجنح المتعلقة بالخطف وهتك العرض والإذاء الخطير وإساء استخدام الوظيفة فضلا عن دعم جماعات المسلحة وتمويلها للقضاء على ثورة السابع عشر من فبراير استجاب مرتزقة أجانب مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية محمد الشامس مرور مخفض جويا من غرب البلاد إلى شرقها خلال الساعات القادمة متوقعا أن لا يكون له تأثير كبير على المناخ في عموم البلاد وقال الشامس أن هذا المنخفض من المتوقع أن يتسبب في سقوط أمطار خفيفة على الساحل الشمال الغربي للبلاد مساء الاثنين وصباح ثلاثاء ومن ثم ينتقل إلى ناحية الساحل الشمال الشرقي للبلاد بعد أربع وعشرين ساعة متسببا في أمطار خفيفة تواجه مهنة تصليح الدراجات الهوائية صعوبات متزايدة في ظل ضعف الإقبال لكن بعض محترفيها لا يعبؤون بهذه التحولات من هؤلاء الحاج عبد السلام صفار صاحب محل في مصراتة في هذا المحل الصغير بالحي العتيق بمصراتة تعود العم عبد السلام صفار وابنه علي أن يصلح الدراجات الهوائية مهنة بدأ عبد السلام ممارستها منذ عام 1956 ورغم انقطاعه عنها إلى مهن أخرى فقد عاد إلى حبه الأول وها هو يورث الحرفة لأولاده يتطلب العمل تركيزا وصبرا يحرص عليهما عبد السلام رغم تقدمه في العمر لكن هذه الحرفة تواجه مصاعب أخرى فالدخل موسمي أساسا في عطلة المدارس والزبائن في تناقص بسبب اختيار الكثير من الأباء شراء دراجات رخيصة لأطفالهم ترمى بعد بضعة أشهر وضعف الإقبال على الدراجات ذات الجودة العالية والهياكل القوية التي تستمر سنين بفضل السيانة والإصلاح تواجه الحرفة تغيرات في السوق إلا أنه على الرغم من المتاعب لا يفكر علي ولول لحظة في التخلي عنها زبائن المحل الأوفياء يرون فيه ملاذا أخيرا يلجأون إلى خدماته ويأملون أن تستمر هذه المهنة التي بات محترفوها كما يقولون يعدون على أصابع اليد هذه حرفتها من زمانه من قديمة هذه الخدمتها المزايل قاعدة متمسك بحاجاتها دينا والله يسكر معا شيء من يصلح طراحة لا يأبه العم عبد السلام وابنه علي بهذه التحولات إنه ما هنا ينتظران الزبائن في هذا المحل الذي ارتبط بعائلتهما فعجلة الحياة بالنسبة إليهما مستمرة في الدوران ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها مقتل عنصرين من مجلس شورى مجاهدي درنة وامرأة وطفلها في غارة جوية على درنة استادفت الحية السكنية باب طبرق ومستشفى الوحدة لعلاجه القوة المحايدة تتسلم بعض المواقع على طول منطقة الاشتباكات في باري واللجان المدنية تباشر مهامها في تثبيت التهدئة وفتح الصرق وإزالة مخلفات الحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يكثف اجتماعاته بشأن وضع اللمسات المهائية لإعلان تشكيل الوزار وكوبلر يدعو إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على التشكيلة الثانية للحكومة دنتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة